دكتور رفع طبيب وبش نستغل التواجدك معنا لأنه أنا هنا لطرح كل التساؤلات علنا نجده أسئلة إجابات تمكننا من فهم أكبر دكتور رفع طبيب عندما نتحدث عن السعودية مثلا التساؤلات دي ما جي حتى لهنا في الديجيتال أو في الشارع العربي يقول لك السعودية موفم إمدادات تذهب من السعودية للكيان المحتل هالإمدادات البرية هذي ما قصة هذه الإمدادات وعندما نتحدث عن هذا الموقف السعودي حتى فما البعض سميوه النوع من تصحيح المسار أو السعودية نزلت انتظرت حتى تنزل بالفقل المتاحة الإمدادات البرية دكتور رفع طبيب من إلاء نشكرك أستاذك ترح تسؤول هذه والحمد للطرحة في البلاتو متاعك اللي هو بلاتو يعتمد المعلومة العلمية شكرا إلى غي فرانس المرجعية لا توجد أي مرجعية إلا ثلاثة ولا أربعة كتابات صدرت في يدي عود أحرنوت يعني ما فما حتى واحد ينجم يقول لك اليوم هارسارت هذه إيه ولا هذا أولا ثانيا لعلمك أستاذ أنه المنطقة نحن الحاجة الباهية في هالمعركة متاع غزة هو أنه سنوعيد النظر في كل البرديجمات التي اشتغلنا بها لمدة سنوات سنمر إلى تاريخ جديد في المنطقة العربية اليوم مثلا نحن الأعداء متاعنا ما عادش سريل فقط اليوم نجم يقول لك أنا الأكراد أصبحوا اليوم خنجر فيه في الخاسر العربية هذي مشكلة لذلك اليوم نتعاملوا معها اليوم مثلا الدول اللي كنا نتصوره اللي بيش تلعب دور متقدم جدا في الدفاع عن غزة كيمة تركيا تبين الكاشف اللي هما أردنا مكرهنا مجرد قوة أطلسية وتابعين لوتان سنعود للدول دولة بدولة لكن بنسبة للسعودية وهذه اللي شخصيا معناها فهمني جعلني معناها أنا مفسي معنا أعيد النظر حتى في بعض كتاباتي حول السعودية أولا السعودية خلافا لم كنا نصوره أصبح لها مفكرين استراتيجيين وعقيدة جيوسياسية جديدة يعني لم تعتمد أمريكا اليوم على الخبراء الغربيين هذا أولا ثانيا فهمت السعودية أنه لا يوجد أي قدرات لإسرائيل للانتصار والهنية ثم بعد نرجح معنا كلمة الانتصار للانتصار في هذه الحرب ثالثا فهمت اليوم السعودية أنها مدعوة أن تلعب دور محوري في الوطن العربي وأن ذلك الإنكفاءة اللي عاشدته من المرابية العربي إلى يومنا هذا انتهى اليوم السعودية مدعوة أن تلعب دور وما جعل السعودية تأخذ هذا الموقف هو أولا ساعة التجيئة اللي قاته من إيران ثانيا عندما يتحدث ممثلي أنصار الله في اليمن ويقول نحن نحيي الموقف العروبي الوطني المشرف للسعودية فإنه هذا يعني أنه هناك تغيرات حتى في التحالفات قاعدة تصير في المنطقة ويبدو أن السعودية فهمت أنه دورها مستقبلا لن يكون دور عربي الاتفاق مع إسرائيل والتطبيع بل سيكون قيادة نوع من أنواع الحلف العربي المعادي لكل أشكال وأنواع التدخل لأنه تبين بالكشف السعودية ستكون على رأس حلف السعودية ستكون على رأس حلف عربي معادي لأي نوع من أنواع التدخل حلف عربي متكون من أي بلدين مصر سوريا العراق السعودية على رأس حلف فيه مصر سوريا العراق معادي لأي تدخل يعني معادي الكين المحتل ومعادي للدول الأخرى الإقليمية اللي عندها معنى بعض المصالح في المنطقة وبدأت في تفجير الأوضاع لنحط السعودية وشوف الشيء قاعد يصير حولها اليمن منطقة مشتعلة السودان اللي هي على مرمى حجر من السعودية مبينة كان البحر الأحمر أصبحت دولة اليوم فاشلة وفيها مجموعات إرهابية بدأت تنشط إلى خيره عندك هناك دول تريد أن تحجم دور السعودية نوعا ما في المنطقة نحكي عن الإمارات بالأساس وخوف السعودية أن تتحول إلى جزيرة داخل محيط عربي معادي لها سوريا العراق ما تحثوا على العراق ما تحثوا على علاقات تاريخية بين الزوز بلدان هذوما ما تتشألي القبائل الموجودة في شمال السعودية كلها موجودة في جنوب العراق وبالتالي يبدو أن السعودية فهمت أن حال اليوم دورها أن تخرج من موقف الانتظار المتاحة وأن لا تترك المجموعات الأخرى وخاصة الدول الإقليمية الأخرى لا أقول تلعب في السحر الخلفية للسعودية ولكن تتحول إلى نوع من أنواع التهديد الوجودة بالنسبة للسعودية خاصة أن السعودية اليوم تعيش معنا مشروع كبير اسمه السعودية 2030 والذي لا يمكن أن يكون نجاح لهذا المشروع إذا بقعت المنطقة على صفيحة سيخة مثل ما هي اليوم معناها تعيش فيه وبالتالي السعودية ستعمل على إيجاد كل ما يمكن من الظروف حتى ترجع يعود السلم إلى هذه المنطقة لتحول هذه المنطقة حقيقة إلى منطقة الناس عندها ثقة فيها ويمكن أن تستثمر فيها حتى يعود السلم لهذه المنطقة السلم بالنسبة لهذا الحلف للسعودية كيف يكون هذا السلم؟ حل الدولتين؟ نعم بالنسبة للسعودية هي تؤمن بحل الدولتين ودفع ليه وحتى الموقف المتاح الأخرين هذه معناها موقف قصوى إذا نقارنوه بالفكر معناها متاع السعودية ولكن بالنسبة بالنسبة كما قلتك للسعودية داخلها في إثمارات وما يتسمى تجاوز الطاقة الأحفورية يعني السعودية بيش تخرج من عهد النفط وعامل الحساب هم نعرفوا لي عام 2050 بيش تخرج أخر كرابة تشتغل بالمزوت وبالتالي تعرف السعودية أنه يجب علي أن تتحذر إلى هذه الفترة التي لن يكون فيها النفط مصدرا للثروة ولكن مش توصل شيء هذي لازم تتحول المنطقة إلى منطقة جاذبة للإستثمارات وبالتالي بتجميع تحكي على منطقة جاذبة للإستثمارات وأنت عايش في هذا الوضع المتفجر في حرب في بلدان الأتوق واضح دكتور رفع طبيب هيت فلنذهب لمصر مصر التي حذرت الكيان المحتل من إمكانية تعليق القاهرة التزاماتها بموجب معاهدة كامب ديف للسلام بين الجانبين إذا ما شن الجيش المحتل هجوما على رفع هددت مصر وشن الجيش المحتل هجوم على رفع بعد التهديد ماذا ننتظر من مصر كذلك اليوم الحديث عن محور فيلادلفيا أو حاجز فيلادلفيا رحبك تفسرنا اليوم رفع ومحور فيلادلفيا سيناء مصر الكيان المحتل غزة العلاقة هي الفسي فسائية بين هذا الكل لأنه راهو تعودنا الحديث عن شمال القطاع وجنوب القطاع الضفة الغربية خان يونس نظافة اليوم رفع للمعادلة نعم وكما نفعل دائما في عالم مسؤوليتك نحاول نفهمه أولا الجغرافيا العلاقات بين الحدين وكذلك ما علاقة محور فيلادلفيا برفع بسيناء مصر وهل في جانب ثاني نحب من بعد تفسرنا دكتور رفع الطبيب ما معنى تعليق القاهرة التزاماتها بموجب معاهدة كامب ديفد؟ أول حاج ساعة نشوف شوي الجغرافيا راهي غزة كانت دائما جزء من التراب المصري وكانت آخر مدينة شرقية معناها لمصر التاريخية بعد عندما معناها صارت الحرب 48 إلى آخره أصبحت غزة معناها تابع تابع فلسطين وتابع معناها التراب الوطني الفلسطيني على الأقل في تصورات الفلسطينيين ما بين مصر وغزة فما 14 كم فقط من الحدود 14 كم هذوما يتعدوا في وسط قرية تحاولت إلى مدينة في أقربة 150 ألف ساكن اسم رفح هناك رفح الفلسطينية ورفح المصرية وما بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية وهذا ليس سراً هناك المئات من الأنفاق هي منطقة معناها صحراوية رملية إلى خيرية بالتالي من السهل جداً حفر الأنفاق وبالتالي معناها نعرف اللي في فلسطين كان شريان حقيقي لها ما كانش لا معبر كرم أبو سالم ولا معبر رفح كانوا الأنفاق اللي تجي من مصر وهناك معناها دتخفيك ومعناها أنواع معناها كثيرة من التهريب اللي تصير تحت تحت الأرض المحور في ليدالفيا هذي هو المنطقة الموازية للحدود وعندها معناها مرات من خمسمائة وكيلومتر معناها من العرض تم الاتفاق على أساس أنه هذه تكون هي منطقة عازلة بين غزة يعني معناها العمق الديمغرافي الفلسطيني ومصر لأنه في العقيدة الإسرائيلية لا يجب أن يكون هناك أي نوع من التواصل بين الفلسطينيين وبين بقية الشعوب في المنطقة العربية نعطيك مثال راهوا في الضفة الغربية اللي هي محاذية للأردن هناك منطقة اللي هي ما يسمى نهر الأردن التي يمنع فيها التواجد من الفلسطين وتلك المنطقة موجود فيها إلى حد الآن هي منطقة جيم معناها زون سي موجود فيها الجيش الأسرائيلي حتى لا يكون هناك أي نوع من التواصل بين الفلسطينيين وأخوانهم العرب كيف نفس الشيحة بيتبقوه على غزة لكن لم تسر الأمور كما كان ينتظروا الإسرائيليين لأنه من سحبه من غزة عام 2005 وأصبحت غزة تسير أمورها وتسير المقاومة فيها الأمور بشكل منفصل تماما على أي نوع من التوافقات بين مصر والكيان السهيوني ولكن في المنطقة هذه فما كاد كاميرا إلى خيرية التي تضمن وجودها وتشغيلها مصر عندما تقول لي أنت أستاذة ماذا يعني تعليق العمل بموحدة كامفت راهي معاقدة برشا معناها المعاقدة معناها التعاقدة ذي صار ما بين إسرائيل ومعناها مصر برعاية أمريكية رأوا فيه جانب اقتصادي واجتماعي وأمني إلى خيري ترجمة نانسي قنع